إحصائها على مستوى الولاية طاقات الاستيعاب طاقات الإيواء أكثر من 6 ألف سرير على مستوى الولاية عبر 200 نقطة على مستوى الولاية ثم إحصائها وتم تهيئتها وهي موجودة ومهيئة لاستقبال أي طارق والعياذ بله إن شاء الله يرم بيقينها ونسلكه كامل من هذا الوباء إن شاء الله الإحصائية لما تم توفيرها خلال أسبوعين ما يعادل ثلاثة أشهر في الحالات العادية يعني تم الإنتاج بصفة أربعة خمسة أضعاف ما كان ينتج ولكن في اليطمئن المواطن أن المادة موجودة السمد موجود والفرينة موجودة والمخزون الاستراتيجي موجود فاطمئنه المادة موجودة وتكفي لشهور لا داعي للقلق ولا داعي لهذا التهويل ولا داعي كل مواد متوفرة ونحن مجندين لتوفير كل السلعة الضرورية سواء مواد غذائية أو مواد سيدة لانية أو أماكن لحماية المواطن من أماكن الاستشفاء والمستشفاءات كلها مجندة أيضا بأطقام طبية وشبه طبي فالإطمئن المواطن ولا داعي للتهويل ولا داعي للتهويل ومحاربة الإشاعة التي دعا إليها السيد رئيس الجمهورية أخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي ولا داعي للتهويل والمحنة هذه إن شاء الله ما هي إلا محنة عابرة وتفوت علينا إن شاء الله وهنا أيضا نشيد أيضا بالعمل التضامن الذي يقوم به المواطنين لا سيما شباب الولاية من أعمال خيرية المتعلقة سواء بصناعة الكمامات أو من توفير بعض المواد الخضر بتوزيعها من جنع المواطنين وهؤلاء المحسين نشيد أيضا بمجهوداتهم ونشكرهم على هذا التضامن هذا الروح التضامنية التي دعا إليها السيد رئيس الجمهورية والتي جستناها في الميدان على مستوى الولاية وهنا أيضا نشيد بالمجهودات اللامتناهية للطاقب الطبي وشبه الطبي الذين يعملون بـ 24 ساعة لـ 24 ساعة نشكرهم على مجهوداتهم ونشكر كل أسلاك الدولة كل أشلاك من حماية مدنية وشرطة ودارك وكل المصالح تحت الدولة مجندة ومصالح العدالة يعني كلها مجندة لحماية كلها مجندة لحماية المواطن ورفع هذا الوباء وأيضا اللي ماتوا يعني أربي يرحمهم ونحتسبهم عند الله يشهداء ويرزقهم ذويهم الصبر والسلوان وعلى كل حال